اشتركوا في القناة ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 3.30 أو 33 دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزل تسماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر موجود في برج العذراء اليوم لآخر يوم طبعا بكرة في الصباح بده ينتقل إلى الميزان فعشان هيك من الآن من طيلة النهار منعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين غياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها نجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلحب دورها ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أن نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين وشرب الكحول أو المهدئات مسكنات بوسعنا أيضا الاقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا طبعا في عنا زوايا بطيئة اليوم أول زاوية هي زاوية التزليس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهي تاثيراتها لغاية يوم 4-8 ذروتها يوم 2-8 هاي زاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة لبعض الأشخاص ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهي تاثيراتها لغاية يوم 6-8 بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين عطارد وبين زحل وهي الزاوية طبعا تاثيراتها لغاية يوم اليوم هو آخر يوم لإلهل وواحة ثمانية هي اللي بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي بيضر بصحتنا وطبعا كانت هي لها سبب بتاثيرات بالمناخ وبالجو بالسيارات والمواصلات بالضحام الطرقات والحوادث والإصابات كلها لها علاقة في هذا الموضوع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي زاوية تاثيراتها لغاية يوم 5-8 بتدفع بحضوضنا بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية التزديث الإيجابية اللي بين نبتون وبين بلوتو وتاثيراتها هي حكينا لغاية 2-9 هي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة تدعم من وضعناه بشكل أكبر بالفترة الحالية بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر أول زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي ذروتها ساعة 3-18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تاثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر لغاية ساعات العصر هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون دروتها ساعة 5-34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تاثيراتها برضو من الآن ولغاية ساعات العصر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام أكثر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 6 ونص صباحا بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتحزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا برضو هاي تاثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون ذروتها ساعة 6 و49 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني تاثيراتها من ساعات الظهر لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية ما قبل خلو المسار هي زاوية تاثيرات إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ذروتها ساعة 10 و28 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وأحداث التغييرات المطلوبة طبعا هاي زاوية تاثيراتها من ساعات تقريبا العصر وبتستمر لغاية صباح اليوم التالي بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ اليوم الساعة 10 و28 دقيقة مساءا من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش ورح يستمر هذا خلو المسار لغاية صباح يوم الثلاثاء لغاية الساعة 4 و5 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا اليوم فيه ذروة لزاوية العنيفة اللي حكينا عنها بالأيام الماضية اليوم ذروتها طبعا رح تصير قبل منتصف الليل بثمن دقائق هي زاوية اقتران السلبية بين المريخ وبين أورانوس وهاي زي ما حكينا أنه ذروتها اليوم خمسة ثمانية الساعة 11 و 52 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش تأثيرات هاي زاوية رح تستمر لغاية يوم خمسة ثمانية يعني هي ذروتها اليوم واحد ثمانية ولكن هي رح تستمر تأثيراتها لغاية يوم خمسة ثمانية بيكون عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غربي الأطوار وعنيفين وبتسببنا برضو شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة بدل بالنسبة لدوليا أو عالميا أو بمحيطنا بدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئات الحرائق والتفجيرات أو وقوع الطائرات وأحداث إلها علاقة بالسك الحديد والزلازل والعواصف ممكن يقع بنوع من أنواع التمرد أو انخلاب عسكري أو يتم عزل أو قتل أحد القادر الكبار أو تشهد مظاهرات أو ضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة أو بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هذه الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية يتعلق بهاي الأعضاء باقي الأعضاء في جسمنا لا يوجد أي مشاكل للعمليات الجراحية اليوم طبعا اللي بعمليات التجميل برضو اليوم مثل الحقن والجراحة ممتازة جدا إلا للعيون اللي هي اللي بيعملوا قص جفون أو أشياء مثل هيك اللي هي علاقة بالعيون يبعد عنها تماما هذا اليوم طبعا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال لجديد عمره أربع أيام في تمام الساعة ستة وثلاث دقائق صباحا بصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة اليوم عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العذراء حتى يوم اثنين ثمانية هو سعيد الآن بنسبة ستين في المية في ساعات تقريبا العصر بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية وفي ساعات المساء المتأخر بصير منتحس بنسبة عشر في المية عطارت في الأسد حتى يوم أربعة ثمانية منتحس بنسبة ستين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم احداش ثمانية سعيد الآن هو بنسبة خمسة واربعين في المية ولكن في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة لسبعين في المية المريخ في الثاور حتى يوم عشرين ثمانية منتحس بنسبة خمسين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أورونس في الثاور حتى يوم أربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم أربعة وعشرين عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ثمانية عشرة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتراكم العمل عندكم أكثر من المعتاد ممكن الاستعانة ببعض الأصدقاء أو الزملاء لإنجاز هاي الأعمال خلال هذا اليوم لأنه ممكن تجدوا صعوبة لحالكم أنك تنجزوا كل الأعمال المطلوبة منكم أي بحاجة لوقت طويل وجهد كبير وممكن أنك تعملوا لساعات إضافية فعشان هيك برضو هذا بيت العمل والصحة لازم تنتبهوا لصحتكم خلال هذا اليوم حاولوا أنكم أتعرضوا حالكم للضغط الكبير حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة ممكن اليوم تتوصلوا لاتفاق أو تبحثوا عن حليف أو شخص يدعمكم بشيء أهم إش أنكم تتجنبوا لساءل الأصدقاء والشركاء هذا أهم شيء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم اليوم طاقة عالية جداً فرص ممتازة جداً ممكن برضو إيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم الأجواء جيدة ودعمة للكم بشكل كبير لمتابعة المعساعي للتواصل مع المحيط للعلاقات العاطفية ممارسة هواية يعني الجو إجمالاً بيشعرك بالطمأنينة والراحة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً اليوم التركيز برضو على البيت مثل اليوم أمس ولكن اليوم إيجابيات وأكثر صحيح رح تنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم أيضاً إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من تصليح ترميم مشتريات ترتيبات معالجة مسألة معينة عائلية خلال هذا اليوم بيع شراء استيجار كلها هاي أجواء جيدة تشعر اليوم برضو ببعض الاضطراب والتعب بسبب موقف معين أو حدث معين عائلي ممكن إنه يستفزك عشان هيك حاول إنك أنت تبعد عن الانتقاد يعني لا تنتقد أقرب الناس لا إلك لأنه رح يصير فيه نوع من أنواع التوتر ابعد عن هاي الأمور قدر الإمكان الأجواء إجمالاً فيها نوع من أنواع الإيجابية إذا استغلتها بشكل جيد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أهم إشي اليوم الطاقة عالية جداً بالتنقلات بالاتصالات بالحوارات بالامتحانات لكن زي ما حذرنا يوم أمس عشان الزوايا الحد اللي موجودة برضو بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في أثناء تنقلاتكم سياقتكم ما بين المدن وبرضو أثناء حركتكم عشان ما تتعرضوا لبعض الإصابات مزاجكم شوي في نوع من أنواع الحدية فعشان هيك يحاولونكم ما تدخلوا بأي نقاش حاد اليوم رح يسجل لكم لقاء مهم أو اتصال مفيد رح تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة في بعضكم رح يقوم بزيارة أو يلاحق عمل ملح وضروري الأجواء جيدة لكل اللي ذكرناه من امتحانات وتنقلات وسفريات وحتى الاتصالات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد أهم شيء أنه اليوم تخففوا من النفقات قدر المستطاع لأنه اليوم القمر موجود في بيت المال صحيح أنه بجبلكم مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم معين ولكن في نوع من أنواع المتطلبات المالية فعشان هيك بتعدوا عن المشتريات الغير الضرورية عندكوا رغبة جامحة جدا للإصراف يعني بدكوا تصرفوا فلوس بأي طريقة بدكوا تشتروا أشياء بأي طريقة ديروا بالكم احرصوا برضو على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن اليوم تناقش موضوع تمويلي أو موضوع مالي أهمش أنك ما تتسرح في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وحاول أنك تكون متيقض قبل التوقيع على أي عاقد حاول برضو تحدد أهدافك بشكل جيد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم تشعروا بثقة كبيرة بالنفس أكثر من يوم أمس طاقتكم عالية جدا وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداءكم والفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة رح تطرح أفكارك بشكل جيد وتجتهد على إنجاح أي مشروع جديد خلال هذا اليوم يعني في حماسة ووضوح في الأفكار طاقتك عالية جدا لدرجة أنه حتى الأشخاص اللي بيتعاملوا معك رح يشوفوك بصورة أخرى وأيضا حتى الجنس الآخر رح يتقرب لك أو رح يتغزل فيك أو حتى يسمعك بعض الكلام لأنه طاقتك غريب جي عجيب اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الأجواء ما زالت ضاغطة لغاية صباح يوم الثلاثة لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك هذا اليوم برضو بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ما في أي مخاطر على الصحة ولكن لازم الانتباه واللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبه إجمالا هو هذا اليوم يعني لأن الطاقة ضعيفة فبسيطر التعب عليكم ممكن تفكروا في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء أهم شيء أنك تحمي نفسك من المحتالين تهدأ الوتيرة عندك وبتتراجع الأرباح والحيوية يعني هي فترة مخيبة للآمال فعشان هيك ابعد عن اتخاذ أي قرارات حاسمة خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة في مناسبة يتوجه لهم دعوة أهم شيء أنه حاول أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تسارع للمشاركة بأي مناسبة اجتماعية أو لقاء مع الأصدقاء العب دور بناء في محيطك مع أصدقائك مجتمعك اليوم أنت بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة جدا الرؤية واضحة عندك فعشان هيك الطاقة عالية ولازم تستغلها اليوم لأنه من خلالها بتحصل كثير من الأمور اللي راح تكون على مزاجها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر مازال موجود في بيت السمعة فعشان هيك هذا اليوم كمان لازم تحفظوا فيه على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل رغم أنه هذا يوم مناسب جدا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بدهم يعززوا علاقاتهم مع زملائهم ورؤسائهم بالعمل مع طبقات راقية أو ناس من علية القوم أهم إشي انكم تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم يعني ابعد عن المغامرات والمجازفات ومخالفة القوانين والأمور هاي وتجنب التصرفات الارتجالية يعني حاول أنك تدرس أي تصرف بدك تتصرفه عشان ما تشوي سمعتك الأجواء جيدة لها الشهرة للترفيعات للترقية لها تعزيز العلاقات زي ما حكينا فعشان هيك لازم تستغلها لأي شيء ممكن أنه يشهرك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد اليوم النشاط عالي جدا على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والسفريات وتحصيل الحقوق والقضايا القضائية الأوراق الهجرة أهم شيء تكونوا بس أكثر وعي على الطرقات أثناء قيادة السيارة وأثناء تحركاتكم تفقدوا أمتعاتكم أوراقكم كل شيء بيتعلق بأمور السفر ممكن تنسى أغراضك أو شغلات من هذا القبيل ولكن إجمالا الجو إيجابي جدا اندفاعك وحماسك بترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وتختفي هواجسك هذه فترة إيجابية جدا أهم شيء أنك ما تضيع عليك الفرصة وتحرك بكل الاتجاهات اللي عندهم امتحان أو مقابلة أو مناقشة الأجواء إيجابية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتكوا تتفحصوا باليوم حساباتكم المالية أو الاهتمامات المالية خصوصا الأموال المشتركة خففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن اليوم يكون في اجتماع أو لقاء لمناقشة وضع مالي معين أو متطلبات مالية أو خلاف مالي أو أمور من هذا القبيل أو برضو قسم من موليد برج الدلو صحتهم أو صحت قريب لإلهم بتكون بحاجة إلى الرعاية بتكونوا مرنين ما تتنازلوا عن حقكم شرط الامتناء عن فرض الرأي والتسلط ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف أهم شيء أنه اليوم لا تهمل ملف ولا تهمل قضية وابتعد عن إقراض الناس أو كفالة الناس ماليا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مجترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل سواء في العاطفة العلاقة الأزواج مع بعض مع الشركاء أهم شيء أنه يكون عندكم نوع من أنواع التفاهم لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات اليوم بشكل جيد على أساس أنه ما تداخل الأمور مع بعض حافظ على هدوءك الكامل لأن القمر مقابلك يعني طاقتك ضعيفة فعشان هيك ما فيه مجال للخطأ أو العنف أو العصبية أو الحدية أضبط أعصابك يد ما بتقدر الفترة هاي مناسبة لها تعزيز العلاقة مع الزوج أو الارتباط أو حتى الأمور اللي إلها علاقة بالخطوبة أو الزواج هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر